يلا بنا نكمل سلسلة بتاعتنا في التسويق والنهار دا راينا نتكلم عن حاجة فيه خداع اصلا اذا كان تحت تسويق ولكن احنا كأورجرامي قفلنا يلا بنا نعرف كل حاجة عن الكاستمر جيرني او راحة لعميل مراحضتك في شركتك حمد الله على السلامة لو عايزت نعرف كل حاجة عن الكاستمر جيرني حمد الله على السلامة انت مع أورجرامي الساعة الخير انا اسمي مرام مختار بيزنس ترينر ان كونسولتن والنهار دا نجا اتكلم عن كاستمر جيرني مابينج في ايه واحدة واحدة يعني كاستمر جيرني قالك الكاستمر جيرني دي هي راحة العميل من اول ما يبدأ الاورنس يعني اوارنس ان العميل اصلا يعرف ان شركتك موجودة اوكي لغاية ما يكون اشترى منك ويبدأ يعيد الشرى تاني اوكي واحدة واحدة اولا لو انتك جبت كتاب فليب كوتلر مبادئ التسويق ودي اول مرة كنت اسمع على حاجة اسمها تسويق في تانية كلية في ترمي ثالث كان مع دكتور ايمان شوقي واحد من احسن الناس اللي بيتكونوا في التسويق في العالم مش بس في العالم العربي الراجل دكتور ايمان شوقي ده بدأ والله يقول لنا ان التسويق في حاجة اسمها تو فولد جول يعني ايه تو فولد جول قالك ان انت تبدأ تبيع العمل اجداد وان انا ابدأ اجيب العمل للقدام اللي عندي اللي اشتروا من عندي هنا دول ابدأ خليهم يشتري تاني حلو يعني الكاسمار جيرني مش بس ان العامل يشتري مني لا 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 العامل يشتري يفضل يشتري طب ليه؟ مرة ما تسيرك متكلمة الكتب ما تده لنا كده فلوس طيب تكلفة الاستحواز على عميل جديد ست مرات اغلى من انك تخلي العميل اللي موجود يشتري تاني يعني انت لو بتدفع عشرة دلار للفيسبوك عشان يبدأ يجبلك عميل طب ما انا ممكن بقى دلوقتي امسك العميل اللي عندي اريدي وابدي اخليه اشتري تاني بصدس تكلفة العشرة دلار دول يعني بقل من طب ما حلو قوي ده طب اعمل ده ازاي؟ ما هو ده تثبيت الكاسمار جيرني طب واحد واحدة مران كانت فيه خناقة كنت قلت لنا عليها ايه الخناقة؟ الخناقة ان فيه نسبه يسمعه كلمة كاسمار يقولك لا ده كاسمار سيرفس وكاسمار سيرفس مش راح التسويق احنا مش ضدهم والله الكاسمار سيرفس صح مش راح تسويق بس الكاسمار سيرفس بشكله القديم يعني بشكله قديم ايه ايفاندم معك مرة مختار عدا اخدام حداك انها ده ازاي؟ ايه المشكلة لو وجهتك؟ لا احنا مجرب الكلم فيك، ويحنا ده تسويق تسويق يعني خلق قيمة خلق قيمة يعنيها لازم يكون الكاسمار جيرني فيها كلها فاليو ولو في نقط مفاش فاليو للعميل او مش بيستفيد بيها او العامل شايفها غباء ان هو يندرج تحتها ابدأ اشيلك فانا بالنسبالي انا والتيم اللي خانيها بالنسباللي خلصانا الكاسمار جيرني تحت تسويق ومفهاش كلام اوكي يبا احنا كده فهمنا يعني كاسمار جيرني يعني كلمة مابينج عمتا مابينج يعني رسم خطة انا كتبت ترسم خطة او تدق ترسم حاجة او تكتبها بشكل يكون فيه تسلسل عشان تقعف الموضوع مش ازاي انا دلوقتي عندي بيزنس بتاعي اكل عصفير فيه ابسط من كده وقطت وكلاب وحاجة جميل بيزنس جميل ورايق وفيه تعامل مع القطت وبدأ ينتشر جدا في القاهرة وينتشر بشكل اقل لكن برضو بشكل كبير في اسكندرية وهو ان احنا نبدأ اكل بيزنس عصفير وقطت وكلاب اولا ايه الكاسمار جيرني ازاي نعمل كاسمار جيرني واحد ايه الابجيكتب بتاعتك الابجيكتب بتاعتك والله ان العميل يبدأ يشتري من عندي ويشتري تاني ما هو ده كل الشركة كده لا ان انت كده اول خطوة من خطوات انك تبدأ تعمل مافينج عملتها غلط جبت هدف واسع قوي انا عايزك تقولي ايه الستراتيج بتاعتك اه انا عايز العميل يبدأ يتعامل معي كاني انا الكونسالتنت بتاعه في حتة الحيوانات يعني لو قطت بتاعه طعبان لو قطت بتاعه عنده مشكلة لو الكلب بتاعه بهوه وزيادة اي حاجة يجي يسألني واي حاجة عايز يشتريها ايما يشتريها من عندي ايما يجي لاشتري هدو معليش امروان اول قطة دي مهمة في ايه انا ليه محتاجه اعرف الحتة دي لان انت بناء على الستراتيجي اللي احنا عملناها انا وانت دلوقتي بسبب البالة دي كده معرفة الستراتيجي حيخليك تبدأ تعمل مثلا فيها اكسس بسهولة للموثلين بتاعك عشان يبدأ تكون موجود مع العميل طول السكة فيبدأ يحس ان الخبطة الباب عليك اسهل مش بعض مثلا شركات الشحن اللي احنا عشان نوصل لحد يرد علينا ولا بعض البنوك انا البنك بتاعي بدون طبعا ذكر اسماء عشان ابدأ اوصله لعميل لحد خدمة عمل يرد علي ممكن اعض من عشر دقائية الاثنشر ديه عشان بس لحد يرد علي قبل ما نبدأ يأكد معاه المعلومات ويعرف ايه المشكلة ده ايه السودة دي طب متخلصت شوية اوكي حلو يبقى اول نقطة ان انا ابدأ اشوف ايه الكاستمر جيرني اوبجيكتفز وستراتيجي بتاعتي طب ايه تاني نقطة في الكاستمر جيرني مابينج انك تبدأ تعفل بير بيرسونة يعني بير بيرسونة الشخصيات هتشتمل عندك في جيم انا كنت معاهم الحمد لله هم يفتحوا والحمد لله معاهم تسويه لغاية دلوقتي ومعاهم كان في الابريشنز واحنا بنفتح الجيم ده جبنا خمس شخصيات حيثت يشتروا من عندنا هم دوقتي عندهم اكتر من ربعمية عميل الحمد لله بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك عندهم اكتر من ربعمية عميل ربعمية عميل بشكل شهري دول انا بزعم ان ربعمية عميل دول انا والتيم حطناهم تحت خمس شخصيات ياما كان واحد لسه اول مرة يعرف عن حاجة اسمها رياضة ياما وده كان ليه اسم كنا مسمينه مش عايب جديد ولا ايه وفي واحد لا ده الراجل ده كان بلع برد زمان وراجع تاني كنا مسمينه اسمه طويل مش يالله بنا نعملها تاني باين او حاجة زي كده واي 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 ربعمية شخص تحت الخمس شخصيات طبعا مش ربعمية كلهم يعني هتلاقي فيه نسبة بسيطة جدا برا عن اللي احنا توقعناه ولكن معظم الشخصيات بتبدأ يكون ليهم شخصيات احنا رسمينها طب ايه فان انت الشخصيات احنا رسمينها مش فاهم يعني عملت ايه يعني ايه الجديد في اللي انت عملتو يعني حلو اللي ياخدنا لتالت نقطة في الكاسمار جيرني مابين ان حضرتك تبدأ ترسم خطوات تعرف الشخص ده عليك وحيسأل عن ايه وإيه اللي حيخلي يبدأ يشتري وحيدفع فلوس ازاي وإيه اللي حيخلي يفضل ما يكمل معك وقف الفيديو وعيد الخمس نقطة دولتاني وقف الفيديو وعيد الخمس نقطة دولتاني ليه لان انا ببساطة دلوقتي لو انا عرف تجواب على الخمس اسئلة دول انا كده رسمت الكاسمار جيرني مابينج بتاعي اوكي خلاص كده لا طبعا رابع النقطة بقى ازاي يبدأ احسن تجربة الرجل ده تعالي نبدأ بالاخانية الرجل ده ممكن يدفع فلوس طب انا ممكن اجيب حاجات يبدأ يدفع فلوس بالكاش او فودافون كاش او انستا باي او اي حاجة من الحلول اللي موجودة ليه مفهاش يعني اي تعقدات انا بكلم على الحاجات البسيطة الديركت باي اوكي طيب هو بيسأل عني انا ممكن خليه يسأل عني على الفيسبوك وعن الاستجرام ويشوفني على تيك توك ويبدأ يكون موجود على كل امسيز طب انا هاختار ازاي وانا عارف البرسونا او عارف البرسونا هبدأ اجيب الحاجات اللي قد يخليه هو يكون موجود للشخص اللي انا بستهدفه او للشخصية اللي انا بستهدفها لو انت عملت ده فانت كده عملت customer journey mapping لو انت هتعمل social media ده مهم لو انت هتشتغل advertising في الشارع ده مهم لو انت هتشتغل call center ده مهم لو هتعمل chat center ده مهم لو هتعمل اي حاجة ليه علاقة بالتسويق او بالsales او بالcustomer service لازم تكون اعمل customer journey mapping ده مش اخر فيديو في السلسلة دي السلسلة مكملة عاملتها في الماركتينج عاملتها وخصوصا في ال customer journey عشان التوبك ده في منتهى الاهمية وبغاد نظر عن موقع مواقف السياسية ترامب قال ان احنا دلوقتي ما نبيعش ترامب قال كم ده عامل ساة الفين ما نبيعش المنتجات احنا نبيع customer journey لو ال content بعجبك شيره مع حد يكون interested فيه افتكر ان احنا بننزل content مختلف تماما على فيسبوك ولنكت ان وانستجرام وتيك توك اشوفكم على خير ودائم بتتطور اشتركوا في القناة